انا نقول ساعة اللي عب زردوم اللي عب زردوم انا نعرف ونعرف اللاجون بتاعه عندي ثلاثة سنين قبل ميجي لليتوا والله انا اللاجون بتاعه مرة حكينا قل لي قل لي بسامرة وفمانجان في تزاير كذا واحد ابان تفرجت فيه بعثلي تصور تفرجت فيه سيلو بروفيل متاع بغداد وشخصية كبيرة برشا تفل خدام تفل يمكن في الليتوا اللي ماخداش فرستو نتصور انا بالسوتيان بتاع المدرب اللي يجيبه وتوه والمشكلة في النادي الافريقي اللي عنا يدخل من كاماتي وما جيبناش عن فريناف فمتا ولذلك نتصور انا والظروف اللي صارت العوامة ذية والصبر تعجمون النادي الافريقي نتصور حتى كمش تعدى باسا جافيد ان شاء الله لا فمتا ان شاء الله يدخل في صلب الموضوع من الاول هما نتصوروا بش ينجحوا بش يكون لا 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 يعني الوين دي سوربريز في في خب البطولة دي ان شاء الله والله لعندي اكزامبر راو عشت معاه هنا عشت معاه يدي درامان تراوريه راك تشوفو في الانترنمان صدقني صدقني راو حاجة ورا الخيال لعب كنترو انا وقتا مع البقلاوة مع الاسماعيلي نحكيلك راو في الانترنمان حاجة ورا الخيال الوقتا كان معانا الانترنغ وقتا الفرنساوي استنبولي اه استنبولي هو بدو ما فهمش يعني يراو ان هلا حد تحسو ما يتبلوكا ولا ستشور رولانين صحيح مش ستشور عمل يمكن اربع شهور بعد صرح بعد راو في بالك حاجة جاليف العام هو بيدو تعمش ولينا مبعد نفس العام راو ما نزلنا كداخلين للمنزة ياربي العمال عليك كيفاش باش نتعدى منا الاخر كيفاش باش اعمل لك نلقوا درامان نزيلوه وبعد يجي نحكيوه ما شاء الله ولذلك علش نقول لك انا فهم صبر وتحب ولا تكره راو شوف اللاعبين باش تناجم تعاونهم في تونس طوى حالي نحكيه بلي سيانس دانترنمان في البارك خطر الجمهور يعرف جمهور كيشوف في البارك مثلا الإكسبلواة متاع جوور وبعد ما ممشيتش معنا هلا حد يعرف اللي سيدة ذايا به اما طوى ويكلوه في الانترنمان ويكلوه في الماتشويت ويكلوه في كذا يشوفه في ماتش ولا في دو ماتش يقول كله ما يسلحش فهمت؟